بسبب السياسات الحكومية الفاشلة في معالجة الأزمات الاقتصادية في العراق بعد عام 2003 وصلت الأوضاع المعيشية بالمواطن العراقي البسيط إلى عجزه عن توفير أجور دفن موتاه هذا الحال دفع ببعضهم إلى معالجة ما عجزت عنه حكومات الاحتلال في محاولة للتخفيف عن أهالي المتوفى ومسؤول مقبرة هيت في محافظة الأنبار هو واحد من هؤلاء الأخيار في القضاء شيمة هذا الرجل دفعته إلى هذا العمل الخيري بمساعدة أهالي هيت حفر القبر أبو الحفارة بلاش الحفر اللحاد يكملون القبر بلاش تشفان بهيت بلاش الصاب كلها تبرعات تبرع من أهاليت مسؤول مقبرة المدينة مثال فريد في بلد أصبح فيه المسؤولون يتاجرون حتى في المقابر الأمر الذي دفع الأهالي للتكاتف مع بعضهم الأخ عباس أيضا متواجد بالمقبرة وعشرين ساعة اللي هو أيضا يمفر الحجر اللي يستخدم فيه لهذا وعدنا عطين وتواجد هين عشر ساعة موجود بالمقبرة وإم تمتيده تدقي عليه تلفون أو هذا تلقيه موجود ببيتهم يتواجدوا ديواء في المقبرة الشباب هيت يعني منسمعون جنازة صيحة بالجامع تلقيهم ركض يا بشكوا للمقبرة للمقبرة جنازة جنازة وكأن المثوى الأخير قد جمع العراقيين في قضائه تحت مضلة هذا الرجل تخفيفا عن الأهالي وعزاءا وإكراما ورحمة للراحلين السابقين ترجمة نانسي قنقر